سلام من الله عليكم واتابعي قناة هل تعلم المسجد الكهف أعجوبة معمارية تحصد جوائز عالمية حصل مسجد سانجاكلر في اسطنبول على العديد من جوائز العمارة العالمية وذلك لاختلافه عن العمارة المعهودة للمساجد بحيث أنه يمتلك تصميما فريدا في بنائه فزائر هذا المسجد يشعر وكأنه يدخل إلى كهف تحت الأرض يحيطه هدوء وسكون كهدوء وسكون المساحات الخضراء تصميم المسجد يبرز جوهر الإسلام فيه عبر بساطة وتواضع مكوناته وبعيدا عن ضبابية وتعقيدات الإنشاءات الحديثة وهو من إبداع المهندس المعماري التركي أمري أروتال تبلغ إجمالي مساحة المسجد الذي افتتح مطلع عام 2014 7400 متر مربع 1200 متر مربع من هذه المساحة هي المكان المغطى حرما للمسجد وبقية المساحة مخصصة للفناء والمئذنة وأماكن الوضوء أرض المسجد المنحنية توحي للمصلين بالدخول تحت الأرض إذ تنقسم ساحة المسجد الداخلية إلى مستويات تنتهي بجدار المحراب الذي صمم بصورة تسمح بتخلل ضوء الشمس من أعلاها عموديا وتجعل المسجد جزءا من الطبيعة تم تجنب استخدام أي دهانات كيميائية والاكتفاء بالأحجار البازلتية وأحجار الأردواز السوداء التي تضفي أجواء روحانية على المسجد صممت الجدران الخارجية للمسجد في هيئة توحي وكأنها تضع حدا بين العالم الخارجي المختلط المضطرب وأجواء الخشوع والطمأنينة والهدوء داخل المسجد كما أن درجات السلم المتجهة إلى الأسفل توحي للمصل بأنه ترك الدنيا وراء ظهره في طريقه للقاء خالقه هذه الخصائص وغيرها الكثير أهلت المسجد إلى منافسة مع عدد من أبرز التحف المعمارية في العالم حيث حصد المسجد جائزة مشروع المستقبل في مهرجان العمارة العالمية بمدينة برشلونة عام 2011 وجائزة المركز الأول ضمن فئة المنشآت الدينية في مهرجان العمارة العالمية بسنغافورة عام 2013 وفي عام 2014 نال المسجد جائزة غرفة المهندسين المعماريين الأتراك كما اختير ضمن أفضل أربعين مبنى في أوروبا عام 2015 وفي العام نفسه منحه اتحاد العمارة العالمي جائزة أفضل مبنى ديني في العالم وفاز المسجد مؤخرا بجائزة التمييز الدولية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين ريبا واختير أحد أفضل عشرين مبنى في العالم